السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنقشه النهاردة هو فيلم اكستراكشن من انتاج ناتفلكس واللي أصبح متاح للمشاهدة من امبارح وهو فيلم اكشن من الاكشن التقييل قوي يعني كنا عملنا له تريل الرياكشن وتكلمنا عنه شوية بس قبل ما نكمل كلامنا عاوز بس أطمنكم رمضان وأشياء حيحصل السنة دي للناس اللي ما شافوش الحلقة بتاعة نبارح وإن شاء الله بإذن الله حلقته الأولى حتكون مساء غدا متأخر نهاردة السبت فالحد متأخر قوي بالمصطلحات الرمضانية يعني اللي هو صباحي الاتنين من الآخر أو ممكن يبقى صباحي الاتنين وخلاص أو ظهر الاتنين أو عصر الاتنين أو مغربي حاجة كده يعني أوكي مهم في الطريق يعني هيحصل إن شاء الله بإذن الله فيلم اكستراكشن أنا كنت عملت له تريلر رياكشن ووضحت في التريلر رياكشن أن أنا متحمس له من قبل ما شوف التريلر وتحمست أكتر من بعد ما شوفت التريلر أسباب حماسي بمنتهى البساطة هي إن الفيلم من إخراج سام هارجريف وسام هارجريف ده مشروعه الروائي الطويل الأول بعد ما كان ليه تاريخ طويل كراجل بتاع شغل مخاطرات وشغل ستنت وشغل دبلرات وكلام زي ده وبالتحديد في أفلام عالم مارفل وإحنا جو عالم مارفل لازم نوضح كمان إن كاتب السيناريو هو جو روسو أحد أفراد أثنائي الأخوين روسو اللي قادوا حملة The Avengers بعد انسحاب جو سويدن وقدموا من خلالها شيء مرضي جدا لكل الناس اللي حبت أفلام Avengers حتى فصل النهاية الفيلم متاخد عن كتاب مصور عن كوميك بوك للأخوين روسو نفسهم فالمشروع تحس كده إن هو مترتب ومتظبط ومعمول صح وكلام زي ده دي دواعي التفاؤل بتاعتي قبل ما شوف التريلر بالإضافة طبعا لإني بحب كريس هامسورت وكل الناس عارف الكلام ده كويس بطل الفيلم ولما شفت التريلر أكدت على إني عجبني جدا المقدمات بتاعت مدرسة الأكشن اللي بيتم تقدمها من جوة التريلر عجبتني مستويات التعقيدات اللي بانت من جوة التريلر وبروفايل الشخصية أو تفاصيل الشخصية الرئيسية بتوضيح إن خلفيته خلفية حزينة وإنه مش جاي علشان عاوز يضرب كل الناس وإنتصروا كلام زي ده وعنده حاجات معقدة أكتر من كده شوية كل دي حاجات عجبتني القصة بتاعت الفيلم بتدور زي ما التريلر وضحت بشكل صريح إن زعيم المخدرات في بنجلادش بيخطف ابن زعيم المخدرات في الهند وبقتم تكليف طايلر من خلال حاجة محبوكة كويس من خلال سيناريو مش واضح في التريلر بس من خلال سيناريو حقيقي محبوك كويس إنه يتم تكليفه بهذه المهمة مع توضيح قد إيه المهمة ده حتكون صعبة وزي ما هو واضح في التريلر برضو عملية الوصول للولد ما كانتش صعبة قوي عملية خروج الولد هي اللي كان فيها التعائدات الأكبر لأن حصل فيها مفاجآت التريلر بتقودنا لتصديق إن هي ماشية في اتجاه معين ولكن هي الحقيقة داخل الفيلم واخدت تجاه مخالف ودي نوعية الخداع اللي التريلر بتعملها اللي أنا شخصيا بحبها اللي أنا بقدرها لأن التريلر ما كتبتش هي هي ما قد تكشل تصديق إن في شخصية معينة واخدت تجاه معين بينما هي واخدت تجاه تاني أو زي ما في بعض التريلر بتعمل بتحشر مشاهد حقيقة مش موجودة في الفيلم أو لها سياق مخالف تماما في الفيلم هو بمنتهى البساطة قدم لك تريلر أنت في الأغلب حتفهمها بطريقة ولكن هي جوة أحداث الفيلم ليها طريقة تانية أو تصنيف الشخصيات مختلف شوية أو طبيعة الدراما اللي وراء الأكشن اللي في بعض اللي في بعض الأحيان بتكون أمام الأكشن حقيقي ليها طبيعة تانية وليها طبيعة تانية جذابة جدا وعجبتني جدا خلونا في الأول نتكلم عن الجزء بتاع الأكشن أنا كنت متحمس جدا لتجربة المخرج لأن التجارب اللي شفناها مؤخرا اللي فيها حد جاي من خلفية أو المخاطرات وبيشيل مسئولية إخراج فيلم مؤخرا جابت لنا حاجات نكحة جدا زي ما شفنا في وزي ما شفنا في الأكشن بتاع الفيلم ده بيبين أو بيوضح أن فعلا الراجل المخرج ده كان عنده أفكار كان عنده أفكار وعض حاجة جدا عن فكرة الأكشن اللي في الفيلم كله عبارة عن تسلسلين طوال شوية تلاتة حسب طريقة استقبال المشاهد لأن التسلسل التاني يمكن تقسيمه على مواجهتين بدل ما هي مواجهة واحدة مواجهات مطولة جدا معقدة جدا صعبة جدا 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 وفلسفة المخرج قدمت لنا طرق جديدة لتتبع الكاميرا للتراكينج حقيقي أنا أنا مش هفتاش قبل كده منتهى البساطة يعني آآ وزوايا مختلفة للتصوير هل ده سمح بتقديم الاستمرارية بتاعة المشاهد الطويلة شبه اللي شفناها في وشبه اللي شفناها في الحقيقة لا هي متصورة كما لو كانت كذلك يعني فيه سيناريو معين ممكن نتصور ان احنا من خلال حركة الكاميرا وايها معمولة بشكل كويس جدا ومقنعة جدا ان بطلنا ابتدى في مكان وراح مكان تاني وجري على مكان ودخل من باب وخرج من باب وانتقل من حتة الحتة وواجه خمس ستة بين يقدمين مختلفين بتسلسلات اكشن مختلفة وكلام زي ده تبان كما لو كانت لقطة واحدة بسعير حياة مش لقطة واحدة والقطعات اللي فيها لأي حد مركز شوية حيلقطها ده بيعني ايه ده بيعني ان زي ما انا شخصيا بحب بقول دايما ان الاكشن الكويس لازم يكون ورا ممثل محتاج او عاوز يهين نفسه عاوز يبزل مجهود زيها ده شوية انا ما معتقدش ان كريس همسورث بدل مجهود خرافي في الاكشن بتاع الفيلم ده بدل مجهود مقبول بس الراجل المخرج كان جاي بفلسفة بتسمح له بدا يعني انا معتقدش ان الراجل ده كان عاوز يعمل لقطات واسعة اكتر من كده بعيدة اكتر من كده اطول من كده واضح من كده واضح قوي ان ما فيهاش تدخل من الجرافيكس واضح قوي ان ما فيهاش تدخل من انتقال الكاميرات والكلام ده كله وكريس همسورث قاله لا والله ده نعمل شعري بالسشوار النهاردة مش هقبل. لأ الطريقة اللي تم تطبيقها بتقول ان الرجل جه بالمدرسة دي. هو بيقول يا جماعة انا عندي الخبرة والقدرة ان انا اعمل المشاهد دي بالطريقة دي. ده بيبقى وين وين لكل الناس اللي في الدنيا. بس المشاهد ما يقدرش ينكر ان لو كانت اللقطات الكادرات اوسع من كده شوية. لو كانت الكاميرا واقفة ابعد من كده شوية. لو كانت حركتها وطنطتها اقل من كده شوية. المشاهد دي كانت ممكن تكون اوضح ومؤثرة اكتر. التسلسل الاول اعتقد ان احنا يعني اه في مرحلة من المراحل لازم اتوقف امامه شوية. لانه حقيقي مليان افكار كويسة جدا. وحقيقي من المشاهد المثيرة جدا. والمثيرة للاعصاب جدا. لان فيها مخاطرات كتيرة وفيها قلق كتير وفيها افكار كتير في المواجهات وفي طرق الضرب وفي طرق الهروب وفي طرق الكلام ده كله. المواجهتين التانيين او اللي هي انا شخصيا مجازا شايفها مواجهة واحدة عملية اكتر. يعني بتخدم اهداف الدراما اكتر. عايزة توصلنا من نقطة النقطة تانية اكتر. الافكار اللي فيها اقل ولكن مستوى الاتقان اللي فيها مش اقل على الاطلاق. ممتاز جدا وجيد جدا. ونقطة الدراما دي اعتقد انها كانت المفاجأة السعيدة بالنسبة لي انا شخصيا داخل الفيلم. لان حقيقي عندنا عدد كبير من الخطوط من خطوط الاحداث اللي نشأت وتفجرت وانتهت جوة مواجهات الاكشن. يعني مش زي ما نكون اتعرفنا على شخصيات في اماكن مختلفة بتاع ما عرفش مين. وبعدين لما حصل الاكشن قعدوا يضربوا في بعض كتير قوي. وبعدين خرجنا لنتيجة تانية في الدراما بعد ما الموضوع خلص. لا احنا بنتكلم على اننا جوة جوة انا ببعيدها تاني. جوة مواجهات الاكشن. اتعرفنا على شخصيات. خلقنا معاها نوع من انواع الترابط. سواء ترابط ايجابي او ترابط سلبي. بس خلاص علمنا عليهم. فهمناهم. بقوا مشغلين جزء من تفكيرنا. احنا نتفرج على الفيلم. علاقتنا بهم تطورت جوة الاحداث. ووصلت لكونكلوجين في النهاية. او ما بتكلمش على خط واحد ولا خطين. بتكلم على عدد من الخطوط. لعدد من الشخصيات. منهم شخصيات. في التريلر ما كانوش بينين. ما كانش ليهم اي ايمة. او في التريلر كانوا بينين بيقنعون ان هما ناس معينين بينما هما في الحقيقة ناس تانية. الكلام ده كلام محترم اوي. اللي بحاول اقوله في النهاية ان الكلام ده كلام محترم اوي كمان. وما كنتش متوقع من فيلم زي ده. وكل مواجهات الاكشن كانت بتخدم اكتر واكتر في تعرفنا بشكل اوضح بالبروفايل بتاع بطالنا وهو بروفايل فريد. زي ما بنقول ما هواش الرجل الكوماندو اللي داخل يخلص الدنيا. وبعد كده المواجهات اثارت غضب او كلام زي ده. احنا بنتكلم على بروفايل رجل حزين لأسباب واضحة وبينة في التريلر كمان بس مش عايز اعود احكي كل حاجة في الفيلم. رجل مقصور. رجل الهدف الاساسي اللي بيضعه في كل المهمات دا او في كل المواجهات دا تضمش فارق معاه اللي هو. ماشي انا هجرب كسبنا كسبنا ما كسبناش ما كسبناش وخلصنا. هتكلمي على الاجندة بتاعة المؤسسة لان هو رجل مرتزقة يعني. المؤسسة اللي بتتولى تكليفي وبتتولى توظيفي والكلام دا كله برضي مش من اولوياته. اولوياته كلها متوقفة على اللي هو شخصيا ما صدقوا اللي هو شخصيا ما عايز يعمله. ولما تطلع من فيلم زي ده زي ما بنقول تسعين في المية منه مشاهد اكشن بتاعة رجل بيترك وراه جبال وتلال من الجثث اللي فوق بعضها واللي بتقتل بقعنى في الطرق وبقى بشعة الطرق والكلام دا كله. وتطلع تلاقي عندك مساحة من التفكير بتسمح لك انك تتكلم عن الدراما وعن الاحساس. وعن بروفايل الشخصية والكلام دا كله فانا اعتقد ان ده شيء كويس. حاجات كتير حلوة. عجلني جدا لبروفايل بتاع الولد اللي بيتم انقاذه. وده برضو من الحاجات ودي برضو من الحاجات اللي احترامتها من التريلر. ان احنا مش جايبين الولد البريء الصغدنون اللي قلبنا بيتقطع وراه. ده شاب مراهق هندي. وعنده مشاكل. وعنده ازمات. وعنده حاجات كتيرة جدا ما تعرفين عليها من بداية الفيلم. والتواصل اللي اتخلق ما بينه وما بين شخصية طايلر. تواصل حقيقي وقبل التصديق بالنسبة للمشاهد وهو بيتفرج. فبناعا عليه? احنا تفرجنا على فيلم اكشن محترم جدا. ومش خالي من القلب. ورا قلب. ورا اروح. في حاجات بتحصل. في مدارس الاكشن. لازم ادي له تكريم عالي قوي. بس في نفس الوقت لازم اقرنه بالمكانة اللي السقف بقى فيها دلوقتي. والسقف ده ترسم من خلال افلام زي جون ويج زي اتوميك بلاند. زي دادبول. الافلام اللي رجعت شوية للمدارس القديمة وتخلت شوية عن الخدعة اللي بتقتل قدر من 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 المتابعة والتواصل بتاع المشاهد مع تسلسلات الاكشن نفسها. الفيلم ده محترم جدا. وفي قدر كبير من الاصالة في الافكار اللي تم تقدمها. بس السقف في الحتة دي كان اعلى من كده شوية صغيرة. وبناء عليه فتقييمي انا الفيلم هو سبعة ونص من عشرة ولكنه يظل فيلم حقيقي فاجئني بالجودة بتاعته من ساعة لما اسمعت عنه. الحمد لله الموضوع كله تلم في قيمة عشرين يوم. اسمعنا عنه من عشرين يوم مسلا ولا اسبوعين. وبعدين التريلر وبعدين الفيلم. يا رب يجعل كل افلام الدنيا بالطريقة دي. عشان نخلص يعني. فالفيلم اثرت فاقولي من البداية التريلر رسخت اهتمامي بيه. وتجربة المشاهدة نفسها ارضتني بشكل كامل. وانصح الناس كلها بانها تدي للفيلم فرصة لما تزهقوا شوية مسلسلة رمضان وتحبوا تفصلوا. علما بان الفيلم عنيف جدا ولكنه ما فيهوش اي مشاهد خادشة للحاجات اللي انتم بتكرهوها دي كلها. ده رأيي في الفيلم. اتمنى لو حضراتكم شفتوه برأيكم في التعليقات. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة. يا ريت تعملوا شهروا لايك للحلقة. لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات. عشان تجاهلكم الحلقات اول باول. تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو. وبي باي.